أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على سبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحى فقال يا أنيس اذهب حيث أمر قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنا والله لقد خدمته سبعة نين أو تسعة نين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا حدثنا عبد الله ابن مسلم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن أنت قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلاب ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها أسف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر حدثنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحذثنا يوما فقمنا حين قاما فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجب له برداء فحمر رقبته قال أبو هريرة وكان رداء فشل فالتفت فقال له الأعرابي أحمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني من جبتك التي جبزتني فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا قال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تبقى ثم التفت إلينا وقال انصرفوا على بركة الله تعالى حدثنا النفيري حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي غبيان أن أباه حدث حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمة الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهو عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم أنسه بن معاد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون حدثنا أقبة بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله ذات ومن ترك لبس توب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله تعالى زوجه الله تاج المل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم التيني عن الحارس بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لا يطرعه رجال قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استبر جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنسه يتمزع من شدة غضبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ساب عن سليمان بن سرد قال استبر جلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفق أوداجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال رجل هل ترى بي من جنون حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم بل يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا بل يبقجع حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث قال أبو داود وهذا أصح الحديث حدثنا بكر بن خلق والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل قال قال دخلنا على عروة بن محمد السعد فكلمه رجل فأغضب فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاد عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أي سره ما لم يكن إذما فإن كان إذما كان أبعد الناس ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما حدثنا عبدالحمان ولم رأة قرح حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبدالرحمن القفاوي عن هشان بن عروة عن عبدالله يعني عن زبير في قوله قد العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ العفو من أخلاق الناس حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدالحميد يعني سماني حدثنا الأعمش عن عسلم عن مسرو عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال كلام يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حمال بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكره فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه قال أبو داود سلم ليس هو علويا كان يغسر في نجوم وشهد عند عديا ابن أرباثة على رؤية الهلال فلم يجد شهادة حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافقة عن رجل عن أبن سلم عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن المتوكل العفقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر في الظلئين حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قال استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ثم قال ائذن له فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن أخبرنا مبارك عن ساب عن أنس قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة ولما دخلا بسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه لما قرد قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخ العشيرة ولما دخلا بسط إليه قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريف عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شغار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم حدثنا الأعمبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عجل من القنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن فراش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح ففعل ما فيها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمر عن المطلق عن عائشة رحمها الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يجرك بحسن خلقه درجة الصائم قائم حدثنا أبو الوليد الطيارسي وحفظ بن عمر قال حدثنا وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاتم بن أبي بزة عن عطائن الكي خاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أسقل في الميزان من فسن الخلق قال أبو الوليد قال سمعت عطاءني الكي خاراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كي خاراني وكو خاراني حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماذحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وحيع أن صفيان عن معبد بن خالد عن حارسة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعب قال والجواب الغليب الفضل حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنث قال كانت العطباء لا تسبخ جاء أعرابي على قعود له فسابقها فسابقها الأعرابي فكأن ذلك شق على أقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه حدثنا نوسى لي حدثنا ذهير حدثنا حمي عن أنث بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أمام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فاليقل إني أحكبه كما يريد أن يقول ولا أذكيه على الله حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونسى وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف حدثنا عثمان أبو بكر ابناء أبي شيفا ومحمد بن الصباح البزان قالوا حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدق فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم غفق يحرم الخير كله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبي قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤادت في كل شيء إلا في عمل الآخرة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنث أن المهاجرين قال يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم حدثنا موسدد حدثنا بشش حدثني عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جاذر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجد به فإن لم يجد فليسن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جاذر قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومه كأنهم كرهوه فلم يسموه حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جاذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد شكره حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالكنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق طريق يا رسول الله قال غض البطر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهج عن الملك حدثنا مسجد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل حدثنا الحسن بن عيسى النيسى بوري أخبرنا ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت أمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوفة وتهدو الضالة حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبي قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حمي عن أنس قال جاءت مرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي استكتش حتى أجلس إليك قال فجلس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها لم يكثر ابن عيسى حتى قضت حاجتها وقال كثير عن حميد عن أنس حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حمال بن سلم عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عطلها شيء بمعنى حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالك أوسعك قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي عمرة الأنصاري حدثنا ابن السرح ومخمد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكجة قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال محمد في الفيت فغلط عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقب حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن إسماعي قال حدثني قي عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل حدثني حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن الأعمش قال حدثني المسيب ابن رافع عن سمين ابن طرفة عن جادر ابن ثمرت قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم خلق فقال ما لي أراكم معذين حدثنا واصل ابن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن ثماء عن جادر ابن ثمرت قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قسادا قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بتوب من لم يكتفه حدثنا عثمان بن أبي شيفة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبا عن قسابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الوطرج ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا بشل مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحك ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه حدثنا مصدد حدثنا يحيح وحدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر وزادت بمعاذ قال قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه وحدثنا عمر بن عون أخبرنا إذن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حدثنا إبن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داو قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين حليل فلينظر أحدكم من يخال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جعفر يعني ابن بطان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا بريب بن عبد الله عن جده أبي بردان عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعثروا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حكيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا يسنون علي ويدكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تداري حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلم عن محمد بن إسحار عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يسر أن يرفع طرفه إلى السماء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن بشر عن عسع الإعطال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جاب ربنا عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركيل أو تركيل حدثنا عثمان وأبو بكر ابناء أبي شيبة قال حدثنا وطيع عن سفيان عن قسامة عن زهري عن عروة عن عائشة رحمها الله قال كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصل يفهمه كل من سمع حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أشتم قال أبو داود رواه ينسو عقيل وشعيب وتعيد معبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاطم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وعيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم قال أبو داود وحديث يحيى مختصر قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن حمران أخبرنا عوف بن أبي جميل عن بيادة من مخراق عن أبي كنان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصر حدثنا محمد بن عبي وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماذ حدثنا عامر من أحول عن عمر بن شعيب قال ابن عبدة عن أبي عن ججة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما حدثنا سليمان سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليسي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب لرجل أن يفرق بين أثنين إلا بإذنهما حدثنا سلمة بن شابير حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد لأنصري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي عن جده أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبا بيده قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث حدثنا حص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتا يصفية ودحيبة ابنتا عليبة قال نوسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مكرمة وكانت جدت أبيهما أنها أخبرت كما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد من القرفصة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشع وقال المسى المتخشع في الجلسة أرعت من الفرق حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبيه الشريد بن سوئيد قال مربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليه يدي قال أتقعد قعجة المغضوب عليهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهان عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري حدثنا تخيان الثوري عن كماك بن حرب عن جابر بن سمر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طل الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا مسدد حدثنا عيت بن يونس عن الأعمش عن شقيق يعني ابن سلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجس نان دون الثالث فإن ذلك يحزنه حدثنا 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 عيت بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربع قال لا يضغ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالس وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبي الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثمتون حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكري عن تهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة ثمار وكان لهم حزرة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سعيد المقبور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سر ومن افتجع مرجع لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبور حدث عن عبد الله بن عمر بن العار أن قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالقاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن تأستغفرك وأتوب إليك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال قال عمر وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمر عن المقبورية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حدثنا محمد بن حاسم الجرجرائي وعثمان بن أبي شير المعنى أن عبد ابن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرك إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى فقال كفارة لما يكون في المجلس حدثنا محمد بن يحيى بن فارد حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونتبه لنا ذهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد ابن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا ثليم الصدر حدثنا محمد بن يحيى بن فارد حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاب عن عيد بن معمر عن عبد الله بن عمر بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح قال التمث صاحبة قال فجاءني عمر بن أمية الضمري وقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمث صاحبة قال قلت أجد قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبة قال فقال من قلت عمر بن أمية الضمري قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمن فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبس لي قلت راشدا فلما ول ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رق قال وأوضعت فسبخت فلما رآني قد فتهم صرفا وجاء فقال كانت لي إلى قومي حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أديسيا حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن زهري عن سعيد بن المسي عن أبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغ المؤمن من جحر واحد مرتين حدثنا وهو بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكع حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيت قال كان أبيض مليحة إذا مشى كأنما يأوي في صبوب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة يرفع غجل إحذار ليه على الأخرى زاد قتيبة وهو مستلق على بغره حدثنا المسيبي حدثنا مالك وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تمين عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضع إحذار ليه على الأخرى حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيد أن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كانا يفعلان ذلك حدثنا أبو بكح ابن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن ابن عفاء عن عبد الملك ابن جابر ابن عسيب عن جابر ابن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمان حدثنا أحمد بن صالح قال رأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالة سفك دم حرام أو فرج حرام أو افتطاع مال بغير حق حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قالا أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سنات أبا سعيد الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيخ قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حليفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتا حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر ناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ حدثنا شريك عن عكيم بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني عن محمد عن العلاء عن حبيه عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في الأخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا نوسل بن مساحة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حفا حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عمر بن أبي سلم قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حفا ومن الكبائر السبتان حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم ألصار من نحات يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنا حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريب عن أبي بردة الأسلمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بمسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تحتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اكتبى عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن وقاط بن ربيع عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكبثا فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كثي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكتوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام ثمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام ثمعة ورياء اليوم القيامة حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أخباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرعه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معال بن أنثن الجهني عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق قراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبثه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حدثنا إتحاق بن الصباح حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا اللي قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصار يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلمان في موضع ينتخف فيه حرمته وينتخف فيه من أرضه إلا حذره الله في موطن يحب فيه نصرة وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتخف فيه من أرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرة قال يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال أبو جاود يحيى بن فليمن هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بن مغالة وقد قيل عقبة بن شداد موضع عقبة حدثنا علي بن نصر أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث من كتابه قال حدثني أبي حدثنا الجريري عن أبي عبدالله الجشمي قال حدثنا جنجب قال جاء أعرابي فأناف راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصل قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا فشر في رحمتنا أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيرم أو ضنضم شكى بن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ساب عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضنضم قالوا ومن أبو ضنضم قال رجل في من كان من قبلكم بمعنى قال ارضي لمن شتمان قال أبو جاود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن سابق قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو جاود وحديث حماد حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوض وهذا لفظ قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشر بن سعر عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفتتهم أو كدت أن تبسدهم فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله تعالى بها حدثنا سعيد بن عمر الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبي عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمخذان بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأميرة إذا التغريبة في الناس أفتدهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيب بن وحب قال أتي ابن مسعود فقيم هذا فلان فقروا لحيته خمضة فقال عبد الله إننا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نقول بك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى مؤودة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا اللي قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبي الهيثم يذكر أنه سمع بحينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط فقال دعهم ثم رجعت إلى أخبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث مستمر قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عذهم وتهددهم حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ثالث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يؤلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم حدثنا أحمد بن حف قال حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طحنان عن الحجاج عن قتاذة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد حدثنا عيسى بن محمد أخورنا ليس عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيل أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جارس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانقصر منه أبو بكر فقام رسول الله حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فحدثني علي بن زيد بن جتعان عن أم محمد امرأة أبي قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قالت قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جح فجعل يطنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تأحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنها فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيكي ورب الكعب فانطرت فقالت لهم أني قلت له كذا وكذا قال لي كذا وكذا قالت وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه حدثنا محمد بن العلا أخبرنا أبو معاوية بن هشام عن عمران بن أنسن المكي عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاكنا موتاكم وكفوا عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي مكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحمة حدثنا عثمان بن صالح للبغدادي حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمر حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنا كما تأكل النار الحفظ أو قال العشد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثة أنه دخله وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلت قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسهم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها والقضوا وفنوا خاوية على عروسها فقال أتعرف هذه الديار فقلت ما أعرقني بها وبأهلها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسن إن الحسد يدفئ نور الحسناء والبغي يصطق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرد يصطق ذلك أو يكذبه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد المرباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قال سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء تغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض تغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لا تجد مسارا رجعت إلى الذي لعن فإذا كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها قال أبو داود قال مروان بن محمد ورباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهي مفيد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قسادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار حدثنا هاروم بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعب عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أمة درداء قال سمعت أبا درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبانا حدثنا زيد بن أخذم الطائم حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبانة يزيد العطار حدثنا قسادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس أن رجلا لعنى الريح وقال مسلم إن رجلا لا دعته الريح لذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال ترق لها شيء وجعلت تدعو عليه قال لها رحول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنها حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وعونوا عباب الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليفي عن أبي أيوب الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلفخيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيعوه من الذي يبدأ بالسلام حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة وأحمد ابن سعيد استرخصي أن أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد ابن هلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت فيه ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجل وإن لم يرد عليه فقد اجباء بالإسم زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة حدثنا محمد ابن مسنة حدثنا محمد ابن خالد ابن عطمة حدثنا عبدالله ابن منيب يعني المدني قال أخبر أخبر أخبرني أخبرني هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه مسلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإسمه حدثنا محمد ابن الصباح البلداد حدثنا يزيد ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حاذم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فما تدخل النار حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهو عن حيوة عن أبي عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن عمران ابن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه ثنة فهو كثف كدم حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة كل يوم فيغفر في ذلك اليومين كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يطلح قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوما وابن عمر هجر ابنا له إلى أمه قال أبو داود إذا كانت الهجرة بالله فليس من هذا بشيء وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن عارك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا حدثنا الربيع سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساذ ذات البين الحالقة حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان عن الزهري وحدثنا مصدد حدثنا إسماعيل وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروذي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أميه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح وقال أحمد بن محمد ومصدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهادي أن عبد الوهاد بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاد عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كالسوم بنت عقبة قال ما سناث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصف في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث مرأته والمرأة تحدث دوجها حدثنا مسدد حدثنا بشر عن خالد بن زكوان عن ربي بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي طبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك منه فجعلك جوييات يضربن بدف لهم وينذبن من قتل من آباء يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلمنا في الغد فقال دعي هذا وقول الذي كنت تقولين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهن حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمار قال وضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسنع مثل هذا فصنع مثل هذا قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلى أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي آجم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالخنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقية فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بشار يعني ابن عروة عن أبيه عن دينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة قالت كنت ألعبه البنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجني وإذا خرج دخل حدثنا محمد بن عور حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيا بن عيو قال حدثني عمارة بن غزية سأل محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بنات ورأى بينهن فرثا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وقفهم قالت فرث قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرث له جناحان قالت أما تنعت أن لسليمان خيلا لها أجلحة قال فضحك حتى رأيت نواجد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمان وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع سنين فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أربوحة فذهبنا بي وهيئنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنا بي وأنا ابنة تسة فوقفت بي على الباب فقلت إيه إيه قال أبو داود أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنفار فقلنا على الخير والبركة دخل حديث أحدهما في الآخر حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير طائر فسلمتني إليهن فغتلن رأتي وأصلحنني فلم يرعن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى فأسلمتني إليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام أقن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبن بي فهيئنني وصنعنني ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنا بي وأنا ابنة تسعفيني حدثنا بشي بن خالد أخبرنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الحير والبركة حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد يعني عن عم عن يحيا يعني عن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارس بن الخزرد قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين الخير فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عطى الله ورسوله حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن كثيان عن علحمة بن مرهد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي صابوس مولى لعبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمر وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به ثم اتفقى عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعب عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم الصادق المفضوط صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقيقه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمر يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سهيل حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيل عن تميم الجارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن دين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم حدثنا عمر بن عون حدثنا قالب عن يونس عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختف حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الغازي وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أصباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي قال أبو داود لم يسر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على مصر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حليفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمر عن عبد الله بن أبي زكري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم حدثنا إبراهيم بن زياد من سبلان حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسناء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد قال قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شريف عن أبي وهبن الجشم وكانت له صفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وعمام وأخباحها حرب ومر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمد بن سلم عن ساب عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي صلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له قال هل معك ثم؟ قلت نعم قال فناولته ثمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا فأوجرهن إياه فجعل الطبيل يتلمظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التم وسماه عبد الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدقالا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرت معافية وقال أنت جميلة حدثنا عيسى بن حمد أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحا عن محمد بن عمر بن عطاء أنا زينب بيت أبي سلم سألته ما سميت ابنتك قال سميتها مرة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم ثم يتفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقال ما نسميها قال تموها زينب حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عميه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أسرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال أنا أسرم قال بل أنت زرعة حدثنا ربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدان ابن شريح عن جده شريح عن أبيه هان أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يقنونه بأب الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل كسر قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر بابا كسر وذلك أنه دخل من سرب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرين عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثمت قال حزم قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهى قال فأيه فظمنت أنه سيطيبنا بعده حدونا قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العار وعزيب وعتل وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا ثلما وسمى المتجع المنبعث وأرضا فسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبن الظنيا سماهم بني الرشدة وسما بني مغوية بني رشدة قال أبو داود ترك أسانيدها للافتصار حدثنا أبو بكر بن أبي شيدة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد عن شعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع سيطان حدثنا النسيبي حدثنا ذهير حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميل عن ثمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أسم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن عليهم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا المعتمر قال سمعت ركين يحدث عن أبي عن ثمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويتارا ونافعا ورباحا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي تكيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي يسمو نافعا وأفلح وبرك قالوا الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء أسمى بركة فيقولون لا قال أبي داود روى أبو زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر بركة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيين عن أبي زناد عن الأعرق عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخن عثم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاح قال أبو داود رواه فرعيب بن أبي حمزة عن أبي زناد بإسناده قال أخنى إسمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن ضحاة قال فينا نزلت هذه الآية إبن سلم وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِالْأَلْقَابِ بِالْسَلِسْمُ الْفُسْوُقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اثنان أو ثلاثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلا فيقولون ما يا رسول الله إنه يغضب من هذا الرسل فأنزلت هذه الآية وَلَا تَنَابَذُوا بِالْقَابِ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أباعي وأن المغيرة ابن شعبة تكنى بأبي عيس فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى فلع حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان وسماه بن محبوب الجعب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عيوب السخياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكم يتي قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالحا عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعب عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوه وأنس ابن ما حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكن يتي ومن تكنى بكن يتي فلا يتسمى باسمي قال أبو داود وروا بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه رواه الثوري وابن جريد على ما قال أبو زبير ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين واختلف فيه على موسى بنسار عن أبي هريرة أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فدي حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو أسامة عن سطر عن منذر عن محمد بن الحنافية قال قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمه وأكميه بكنيته قال نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا النفيري حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شير عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت انغأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا ربطل الله إني قد ولدت غلام فسميته محمدا وكنيته أبا الخاسم فدكر لي أنك تكره ذلك فقال من الذي أحلثني وحرم كنيتي أو من الذي حرم كنيتي وأحلثني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن عنف بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكن أبا عمير وكان ذلك نغر يلعب به فما فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأوه حزين فقال ما شأنه قالوا مات نغر فقال يا أبا عمير ما فعلن نغير حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال يا رسول الله كل صواحيبي لهم نكون قال فكني بابنك عبد الله يعني ابن أبتها قال مسدد عبد الله ابن الزبيب قال فكانت تكنا بأم عبد الله قال أبو داود وهكذا قال قرآن بن تمام ومعمر جميعا عن هشام النحوة ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمد وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة حدثنا حيوة بن شريح للحضرمي إمام مسجد حمس حدثنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت حيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيا عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإتماطية الرجل قال أبو داود أبو عبد الله هذا حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ليت بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعنام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتايا وفتاة وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب والرب الله عز وجل حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارب أن أبا يونس حدث عن أبي هريرة في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن خسادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطم ربكم عز وجل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفي وليقل لقست نفسي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء كلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء كلان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن سميم عن عزي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنه حدثنا واب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي ثميمة عن أبي المليس عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الدابة فقلت تعث الشيطان فقال لا تقل تعث الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت وقال موسى إذا قال رجلها لك الناس فهو أثنكهم قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا لنا فهو المكروه الذي نهي عنه حدثنا 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 عثمان بن أبي شيبة حدثنا ستيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلم فقال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغيبنكم الأعراب على سلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعكمون بالإبل حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسعر بن كدام عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجع قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فسرح فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا به حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عسنان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجع عن عبد الله بن محمد بن الحنافية قال انطلقت أنا وأبي إلى خفر لنا من الأنصار نعود فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية اتوني بوضوح لعلي أصلي فأستري قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا للصلاة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن جاوود حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الكجور وإن الكجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الزر وإن الزر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن بهد بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدث عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا فقال ها تعالى أعطيه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قال أعطيه تمر وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن الحسين حدثنا علي بن حف قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن عن حف بن عاطم قال ابن حسين في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كثاب المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع قال أبو داود ولم يبكر حف أبا هريرة حدثنا عمر بن مردوغ أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنث قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرة لأبي طلفة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا نصر بن علي عن مهنى أبي شف قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلم عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر بن نهار عن أبي هريرة قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العفادة حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية غالة كان رقول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمضى رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بن جهيين قالا سبحان الله يا رفض الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرعا حدثنا محمد بن المسنى حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاه عن عيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفيل فلم يفي ولم يجئ للمعاد بلا إسم عليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارث النيسى بوري حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شفيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكان فنفيه ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكان فقال يا فتا لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث انطبعوا قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضر هل علي جناح انت شجعت لها بما لم يعط زوجي قال المتشبع بما لم يعط تلابس ثوبي زور حدثنا وهب ابن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن أنت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقى قال وما أصنع بولد ناقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوقع حدثنا يحيى ابن معين حدثنا حجاج ابن محمد حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيدار بن حريح عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قوت عائشة عالية فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين قوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لكم أدخلاني في سينكما كما أدخلتناني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلا عن جسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبو وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال أدخل فقلت أكلي يا رسول الله قال كلك فدخل حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذنب أذني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا عن ابن أبي ذئب وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن في مشقي حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا وقال سليمان لعبا ولا جدا ومن أخذ عطى أخيه فليردها لم يقل ابن بشار بن يزيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا ابن نمير عن الأعمى عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم وانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حدثنا محمد بن سنان للباهر وكان ينزل العوقة حدثنا نافع بن عمر عن عشر بن عاصم عن عبد الله قال أبو داود وابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحفين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرقا ولا عطلا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن غير بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرى أو إن بعض البيان يتحدث حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل بنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبي قال حدثنا أبو ضبي أن عمر بن العاف قال لوما وقام رجل فأكثر القول وقال عمر لو قصد في قوله لكان خيرا لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير حدثنا أبو الوليد الطياري حدثنا شعبة عن الأعمق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلأ شعار قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلأ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعار وإن من البيان لسحرى قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذنه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر التامعين لذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عف يغو عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر فكمة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن ثماك عن أكرم عن ابن عباث قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرى وإن من الشعر حكمة حدثنا محمد بن يحيى بن الفارق حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر من نحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني سخر بن عبد الله بن بريدة عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرى وإن من العلم جذل وإن من الشعر فكمة وإن من القول عيالة فقال طعطاة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله إن من البيان سحرى فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيصحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قوله إن من العلم جهلا فيتسلف العالم إلى عينه ما لا يعلم فيجفله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكمة فهي هذه المواعظ والأمثال التي يبتعظ بها الناس وأما قوله إن من القول عيالة فعرضك كلامك وحبيثك على من ليس من شأنه ولا يريدك حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبد المعنى قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن تعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك حدثنا أحمد بن الصالح حدثنا عبد الزهري أخبرنا معمر عن الزهري عن تعيد بن المسيئ عن أبي هريرة بمعنى زاد فخشي أن يرنيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاد حدثنا محمد بن سليمان المسيطي لوين حدثنا ابن أبي الزنات عن أبيه عن عروة وحشان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان من برن في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يديد النحوي عن يكلم عن ابن عباس قال والشعراء يتابعهم الغارون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن زفر بن صعصعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف من صلاة الغداء يقول ألغى أحد منهم الليلة رؤيا ويقول إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤية الصالحة حدثنا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنا عن عبادة بن الصامف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا يؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن عيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس قال وأحب القيض وأكره الغلم والقيد ثباث في الدين قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشي أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عنه أبي رزي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل صائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحكبه قال ولا تقصها إلا على واد أو بير حدثنا النفيري قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفف عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضر حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد السقفي قال أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان سراث ويتحول عن جنبه الذي كان عليه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وه قال أخبرني يونس عن بن شهاد قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ بها وليس بنا ومن تحلم كل فأن يعفذ شعيع ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به من صب في أذنه الآن يوم القيامة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عطبة بن رافع وأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قطار حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحو قال الصلاة فليكظ ما استطاع حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاة ويكره التساء فإذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك من حدثنا متزد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن تمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطت وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها قوت شك يحيى حدثنا حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أحد رد السلام وتشميث العاطف وإجابة الدعوة وعياذة المريض واتباع الجنازة حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم قال السلام عليكم فقال سالم وعليك وعلى أمك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لودئت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكن حدثنا سميم بن المنتصر حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن غلال ابن يساق عن قالب ابن عرقجة عن سالم ابن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أبوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا موسدد حدثنا يحيا عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكار حدثنا عيسى بن حمد المصري أخبر من ليس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قي عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي قلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطق ثلاثة فإن شئت أن تشمته فشمت وإن شئت فكه حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياذ ابن سلمة بن أكوى عن أبيه أن رجلا عطث عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله ثم عطث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكون حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حديثه حكيم بن الديلم عن أبي برد عن أبيه قال كانت اليهود تعاطف عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان السيمي عن أنس قال عطث رجلان عن جنبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر قال فقيل يا رسول الله رجلان عطثا فشمت أحدهما قال أحمد أو فسمت أحدهما وتركت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيتن الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيثة مثل القضاء فأكلنا ثم قال يا عائشة سقين فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة سقين فجاءت بقزح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بدتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فبينما أنا مطجع في المسجد من السحر على بطن إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المسنى حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلق بن عبد الرحمن بن وستاب عن عبد الرحمن بن علي يعني عن شيبان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الزم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أصبرنا عاطم بن بهدل عن شهر بن حوشب عن أبي غبي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعاره من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال ثابت من هنني قدم علينا أبو غبي فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها فين أن بعث فما قدرت عليها حدثنا عسنان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام قال أهو داود يعني باب حدثنا مسدد حدثنا حماد عن خالد الحزاء عن نبي خلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوى مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاكم عن معبد في خالد عن سواء عن حصة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقض وضع يده اليمنى تحت خدث ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادة ثلاث مرار حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل قال فإن ميت ميت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال البراء فقلت أستذكرهن فقلت وبرتولك الذي أرسل قال لا ونبيك الذي أرسل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن كطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوك حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرة وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة وساق معنا معتما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حديثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشك فلينفض فراشه بداخلة إذا فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعك جنبي وبك أرفعه إن أمتكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا زهير وحدثنا وهو بن بقية عن صالد نحو عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشك اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالحب والنوى منزل الثورات والإنجيل والقرآن أعود بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الضاثر فليس فوقك شيء وأنت الضاط فليس دونك شيء زاد وهو في حديث اقضعني الدين واغني من الفقر حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري حدثنا الأحوص يعني ابن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحار عن الحارف وأبي ميتر عن علي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعت اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك تامة من شر ما أنت آخذ بناصيتك اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يكزم جندك ولا يفلف وعدك ولا ينفع للجد منك الجد سبحانك وبحمدك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وثقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي لأ ولا مؤن حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مصجعه من الليل قال بسم الله وضعك جمبي اللهم اغفر لي ذنبي واختئ شيطاني وفكرهاني واجعلني في الندي الأعلى قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري حدثنا النسيبي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن حروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على قاتمتها فإنها ضراءة من الشر حدثنا قسيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمزاني قالا حدثنا المفضل يعنيان بن فضال عن عقيل عن ابن شهاب عن عروا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيف ثم نفس فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلع وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسد يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسد يفعل ذلك ثلاث مرات حدثنا مؤمل بن فضل الحراني حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي إلال عن أرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريد عن ابن عمر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجع الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وثقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزم الحمد لله على كل حيام اللهم رب كل شيء ومليك وإله كل شيء أعود بك من النار حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عاقم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه كرة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه كرة يوم القيامة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مشقي حدثنا الوليد قال قال الأوزاعي حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمي عن عبادة بن الصاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل قال قال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا رب اغفر لي قال الوليد أو قال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاة حدثنا حامد بن يحيا حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذبي وأسألك رحمتك اللهم زدني عيما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهبي من لذلك رحمة إنك أنت الوفاء حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعب حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعب المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي قال شكت صاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فأتي بسبل فأتته تسأله فلم تره فأخبرت لذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على قدر فقال ألا أدل بكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادر حدثنا مؤمل ابن هشان ليشكري حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد ابن ثمامة قال قال علي ابن أعبد ألا أحدثك عني وعن خاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه وكانت عندي أجرت بالرحة حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى اغضرت فيابها وأوقذت القبر حتى ذكنت فيابها وأطابها من ذلك ضر فسمعنا أن رقيقا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لو أتيت أباكها سأل فيه خادما يكفي فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجع فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد فسكتت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحة حتى أثرت في يدها واستخدت في القربة حتى أثرت في نحرها وكتحت البيت حتى اغبرت فيابها وأوقدت في القدرة حتى دكن فيابها وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم فقلت لها سليه خادما فذكر معنى حديث الحكم وأتم حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القراضي عن شبث بن ربعي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال في قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل فقلت لها حدثنا حدث بن عمر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة هما يتير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دقر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمئة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعة ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يخير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهد قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي زبيل حدث عن إحداهما أنها قال أصاب رسول الله تبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كن يتانى بد ثم ذكر قصة تسبيح قال على إسر كل صلاة لم يذكر النوم حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن يعل بن عطاء عن عمر بن عاصم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر التماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أن أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا وهير حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حدثنا أحمد بن صالح حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيع عن مكهول الدمشقي عن أنس بن مالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبح أشهدك وأشهد حملات عرش وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلاثة أربعة ومن قالها أربعة أعتقه الله من النار حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة طائل عن ابن بوريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما اتطعت أعوذ بك من شر ما طنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن تمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة حدثنا وهو بن بقية عن خالد وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن ين عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنسى أمسينا وأنسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له زاد في حديث جرير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعود بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعود بك من الكثل ومن سوء الكبر أو الكفر رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر حدثنا حسك بن عمر حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق ابن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمصة مر به رجل فقالوا هذا حدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من قال إذا أصبح وإذا أنسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قالا حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنا من البيض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومك ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلك حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا وكيع وحدثنا عثمان بن أبي شيء المعنى حدثنا ابن نمير قالا حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وقال عثمان عوراتي وأنا من غوعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن فلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت قال أبو داود كان يعلموها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمد لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليت عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع بن البيلماني عن أبيه عن ابن عبدات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تنشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قال أن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلة قال طبيع عن الليل أحدثنا موسى بن إسماعيل أحدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنا وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى ينسي وإن قالها إذا أنسى كان له مثل ذلك حتى يصبح قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش المحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش حدثنا إسحاف بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي حدثنا محمد بن شعي قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرة فإنك إذا قلت ذلك ثم ميت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا قليت الصبح فقل كذلك فإنك إن ميت في يومك كتب لك جوار منها أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أثرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا حدثنا عمر بن عطمان الحمسي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الغمدي ومحمد بن المصفى الحمسي قالوا حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه إلى حوله جوار منه إلا أنه قال فيهما قبل أن يكلم أحدا قال علي بن سهل فيه إن أباه حدثت وقال علي وابن المصفى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريع فلما بلغنا المغار استحتفت فرثي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله وحدك تحرزي فقالوها فلاناني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعه فدعاني فحسن لي ما صنعه وقال أما إن الله قد ختب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن فأنا نسيت السواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوساط بعد قال ففعل وختم عليه فدفعه إليه وقال لي ثم ذكر معناهم وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث ابن مسلم ابن الحارث التميني يحديث عن أبيه حدثنا محمد بن المصفى حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيد للبراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين فين تمسي وحين تطبح ثلاث مرات تكيك من كل شيء حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واتجعنا فأمرهم أن يقولوا اللهم فابر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أن فإنا نعود بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم قال أبو داود وبهذا الإسناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعود بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أنسى فليقل مثل ذلك حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعف من قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رفوض الله صلى الله عليه وسلم يفتح إذا هب من الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال تبحان الله وبحمده عشرة وقال تبحان الملك القدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة ثم يفتجح صلاة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن تهيل أبي صالح عن أبي فريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع تامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعود حدثنا القاسم قال كان أبو ذر يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كل ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاة ومن لعن فعليه لعنتي كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا أبو مودود عن من سمع أبان ابن عثنان يقول سمعت عثنان يعني ابن عثان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى ينسي وقال فأصاب أبان ابن عثمان الفالد فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إليه فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها حدثنا نصر بن عاطم الأنطاكي حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو موجود عن محمد بن كعب عن أبان ابن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر قصة الفالد حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثم قالا حدثنا عبد الملك بن عمر عن عبد الجليل بن عاطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بطري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكهور اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي قرفة عين واصلحني شأني كل لا إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبك حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن تمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده لأتمرر وإذا أنسى كذلك لم يواف أحد من الخلائق بمذل ما وافى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتال أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال الهلال خير ورشد الهلال خير ورشد الهلال خير ورشد آمنت بالذي خلق ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال خرف وجهه عنه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن الشعب عن أم سلم فقال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم أعود بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك حدثنا إبراهيم بن الحسن الخسعم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلح عن أنث بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيت حدثنا ابن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريف عن أبي مالك الأشعري قال قال ركول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنة وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلم يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سابت بن قيد أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله قال سلم فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تحبوها وسلوا الله خيرها واستعيدوا بالله من شرها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وه أخبرنا عمر أن أبا النظر حدثت عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطموا تجميعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يتبسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرح رجاء ليكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منطرنا حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المقدام ابن شريح عن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعود بك من شرها فإن مطرقان اللهم صيبا هنيئا حدثنا قطيبة بن سعيد ومسدد المعنى قالا حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر توفه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لمطمعت هذا قال لأنه حديث عفد بربه حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا عبد العديد بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عشبة عن غيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدين فإنه يوقظ للصلاة حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فسلوا الله تعالى من فضل فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا حدثنا هناز بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يساء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعولوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله وحدثنا إبراهيم بن مروان بن مشقي حدثنا أبي حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغير قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم أخيل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى تواب يبسهن في الأرض قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه وزاد في حديثه قال ابن مهات وحدثني شرح بيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة حدثنا عثمان ابن أبي شيفة حدثنا محمد ابن فضيل وحدثنا يوسف ابن موسى حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى في الصبيان فيدعو لهم بالبركة زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة حدثنا محمد ابن المسنة حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير حدثنا جاود ابن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميه عن عائشة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤية أو كلمة غيرها فيكم المغربون قلت ومن المغربون قال الذين يشترك فيهم الجد حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الحشم قالا حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة عن قتاد عن أبي نهي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه قال عبيد الله من سألكم بالله حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا حدثنا أبو عوانة وحدثنا عثمان بن أبي شيء حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سألكم بالله فأعطوه وقال أهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه ثم اتفقوا ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه قال أسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله لك حتى تعلموا أن قد كافتوا حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله ما أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك قال وبعد قال ما نجى من ذلك أحد قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الأهل قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والماطن وهو بكل شيء عميم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبي هريرة قال جاءه ناس من الأصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأننا تكلمنا به قال أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوا؟ قالوا نعم قال ذاك فريح الإيمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قالا حدثنا جرير عن منصور عن بر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة قال القدامة رد أمره ما كان رد كيده حدثنا النصيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم أحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرار قال فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهن في سبيل الله أو في الإسلام يعني سعد بن مالك والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلا على أقدامهم فذكر قضاء قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله إنه عندي أحلى من العسل يعني قوله حدثنا وحدثني قال أبو علي وسمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور قال وما رأيت مثل أهل البصرة كان يتعلموه من شعبه حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا معارية يعني بن عمر حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والمناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عد ولا طرف حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبي أو انتما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهو وهذا حديث عن هشان بن سعر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنوا آدم وآدم من ترى ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهونا على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أن نتدل حدثنا النفيري حدثنا زهيري حدثنا سناك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من أصر قومه على غير الحف فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع في ذنبه حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أداد فذكر نحوه حدثنا محمود بن خالد من دمشقي حدثنا الفريابي حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت واسلة بن الأفقع أنها سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله ما العطبي قال أن تعين قومك على ظلم حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة ابن مالك بن جعف من المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثر قال أولا داود أيوب بن سويد ضعيف حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وه عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عطبية وليس منا من قاتل على عطبية وليس منا من مات على عطبية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن بياذ بن مصراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالكفث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن فوره قال حدثني حبيب بن عبي عن المقدام بن معهي كرب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا ثابت البناني عن أنث بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت قال قال أعلم قال فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامح عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحبك قال فإني أحب الله ورسوله قال فإنك مع من أحبك قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وعب بن بقية حدثنا قالد عن يونس بن عبيد عن أنس بن مالس قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبك حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمر الشيبان عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع به فاحنيه قال لا أجل ما أحملك عليه ولكن ائك فلانا فلعله أن يحمله فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله حدثنا حيوة بن شريف حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويخل حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن بريد بن أبي برداء عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا والنقب الله على لسان نبيه ما شاء حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمر بن السرح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن وهد بن منبه عن أخي عن معاوية اشفعوا وتؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا وتؤجروا حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن بغيد عن أبي برداء عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيما عن بعض ولد العلاء أن العلاء ابن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الوحفين وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلب بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني ابن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطف عن ابن عفاس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى قال ابن يحيى عن ابن عبات أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديك ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيت بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي طالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن بهج بن ححيم عن أبيه عن يده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمة ثم أمة ثم أمة ثم أبا ثم الأقرب فالأقرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه فجاعا أقرع حدثنا محمد بن عيسى حدثنا الحارث بن مر حدثنا كليب بن منفع عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يلعن أبا الرجل فيلعن أبا ويلعن أمة فيلعن أمة حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلا المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن أدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدية قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلم وقال يا رسول الله البقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاتغفار لهما والاتغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا ليس بن سعد عن وزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن بينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبرى البر فلة المرض أحلى ود أبيه بعد أن يولي حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عاطم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا طفيل أخبره قال فأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لحما بالجعفان قال أبو طفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجذور إذ أقلت امرأة حتى دنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رزاءك فجلست عليك فقلت من هي فقالوا هذه أمه التي أرضعت حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن الحارث أن عمر بن السائب حدث أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوب فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شخ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أبوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجاعي عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنسى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني ذكور أدخله الله جدد ولم يذكر عثمان يعني عن الذكور حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشق قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وذوجهن وأحسن إليهن فلهم جنة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإثناء قال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النههات بن قفم قال حدثني شجاز أبو عمار عن عوث بن مالكنا الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة تفعاء خدين كهاتين يوم القيامة وأوبأ يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبثت نفسها على يتاماها حتى بان أو مات حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن تهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وأقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبآة حدثنا مسدد حدثنا حماد أن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر عن عكشة رضي الله عنها أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لي ورثنه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاثا فقال أهزيتم نجاري اليهودي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظمنت أنه سيرثه حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق فطرح متاعبه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعله فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرية عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدت قال بأدناهما بابا قال أبو داود قال شعبك في هذا الحديث طلحة رجل من قريش حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي عليه السلام قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر للربدة وعليه برد غليل وعلى غلانه مثله قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلانك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكثوت غلامك ثوبا غيرا قال فقال أبو ذر إني كنت سابت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله فقال يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربدة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى برد فكانت حلة وكثوته ثوبا غيرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكثه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو داود رواه أبن نمير عن الأعمش محوة حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التينية عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسنعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود قال ابن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليك فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحن قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت ولم يذكر أمر العقل حدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورد عن أبي ذرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملكيكم فأطعموه مما تأكلون واكتوه مما تلبسون ومن لم لا أمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديدية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤن حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالب بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديدية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤن حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمر بن سرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئن الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبدالله ابن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادة فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى حدثنا قضير يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوفى صلى الله عليه وسلم قال من قزث من موكه وهو بريع مما قال جلد له يوم القيامة حدثا قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقر وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم فلطم أفغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن كفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقر قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها قال فلتخذنهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراث عن أبي صالح ذكوان عن ذا ذانا قال أتيت ابن عمر وقد أعتق منبوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم منبوكه أو ضربه فكثارته أن يعتقه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماذ عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقق أو مشاقق قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفله ليطعنك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن فهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد أدرك عينه حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا دخل المصر فلا إذن حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا ابن جريت وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جريت قال أخبرني عمر بن أبي سفيان أن عمر بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان ابن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيسة والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال أرجع فقل السلام عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان ابن أمية قال عمر وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حنبل قال يحيى أيضا عمر بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حق عن الأعمش عن طلحة عن عزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر حدثنا هارول بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد بن السري عن أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثوا أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال عبد داود وكذلك حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانف عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل حدثنا أحمد بن عبد أخبرنا طفيان عن يزيل بن خصيفة عن عسر بن سعيد عن أبي سعيد للقدرية قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزيع فقلنا له ما أفزعت قال أمرني عمر أن آتيه فآتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع فقال ما منعك أن تأثيني قلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتين على هذا ذنبين فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أخر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له حدثنا حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيا عن أبي برد عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا فقال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري يستأذن عبد الله بن قيد فلم يؤذن له فرجع فبعث إليه عمر ما رده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له إلا فليرجع قال ائتني ببيمنة على هذا فذهب ثم رجع فقال هذا أبي فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عميد أن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة قال فيه فانطلق بأبي سعيد فشهد له فقال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني استفق بالأسواق ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن حدثنا زيد بن أخزم حدثنا عبد القاهر بن شعير حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة إذن أبي موسى عن أبيه لهذه القصة قال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن عير واحد من علمائهم في هذا فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أستهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام الأبو مروان ومحمد بن المسنة المعنى قال قال محمد بن المسنة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاع قال سمعت يحرى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرار عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفية قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفية لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاختسل ثم ناوله ملحة مصبوغة بزعفران او ورس فاجتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل حبواتك ورحمتك على آل سعد بن عباد قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما اراد الانصراف قرب له سعد الحمارة قد وطأ عليه بخطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأذيك ثم قال اما ان تركب واما ان تنصرف قال تنصرف قال هشام ابو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرار قال ابو جاود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الاوزاعي مرسلا ولم يذكرا قيس بن سعد حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني في اخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يتقبل الباب من تلقاء وجه ولكن من بقنه الايمن او الايثى ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور حدثنا مسدد حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في دين ابيه فدققت الباب فقال من هذا قلت انا قال انا انا كأنه كرفة حدثنا يحيى بن ايوب يعني المقابر حدثنا اسماعي يعني ابن جعفر حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلم عن نافع بن عبد الحارف قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي امسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث قال ابو داود يعني حديث ابي موسى الاشعري قال لي فدق الباب حدثنا حسين بن معاد حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتابة عن ابي رافع عن ابي هريرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فان ذلك له اذ قال ابو علي اللؤلؤي سمعت ابا داود يقول قتابة لم يسمع من ابي رافع شيئا حدثنا ابن السرح قال حدثنا وحدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبدس وهذا حديث قال اخبرنا سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول لم يؤمر بها اكثر الناس آية الاذن واني لآمر جارية لهذه تسأذن عليه قال ابو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به حدثنا حدثنا عبد الله ابن مسلم حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر ابن ابي عمر عن اكرم أنا نفرا من اهل العراق قالوا يابن عسا كيف ترى في هذه الآية التي امرنا فيها بما امرنا ولا يعمل بها احد قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين فضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرأ القعنبي الى عليم حكيم قال ابن عبا ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السفر وكان الناس ليس لبنوتهم ستور ولا حجان فربما دخل الخاجم او الولد او يتيمة الرجل والرجل على اهله عليه وسلم والذي نفي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله كم الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال ترعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حدثنا محمد بن كافير اخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون حدثنا اصحاف بن سويد الغملي حدثنا ابن ابي مريم قال اظن اني سمعتنا في عبد يزيد قال اخبرني ابو مرخوم عن سهل بن معار بن انس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ثم اتى اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة فقال اربعون قال هكذا تكون الفضاء حدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهلي حدثنا ابو عاصم عن ابي خالد وهب عن ابي سفيان الخنصي عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي اخبرنا روح حدثنا ابن جريج قال اخبرنا زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبر انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث حدثنا احمد ابن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاوية ابن صالح عن ابي موسى عن ابي مريم عن ابي هريرة قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حانت بينهما شجرة او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه ايضا قال معاوية وحدثني عبد وهاب ابن بخت عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سوا حدثنا عباس عن بري حدثنا اسود بن عامر حدثنا حسن ابن صالح عن ابي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشعوبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر حدثنا عبد الله ابن مسلم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال انث اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليك حدثنا ابن المسلم حدثنا خالد يعني ابن الحارف حدثنا حميد قال قال انث انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اولام في الغلمان فسلم علينا ثم اخذ بيدي فارسلني برسالة وقعد في ظل جدار او قال الى جدار حتى رجعت اليه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي حسين سمعه من شهر ابن حوشب يقول اخبرته اسماء ابنة يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في لسوة فسلم علينا حدثنا حفظ ابن عمر حدثنا شعبة عن تهيل ابن ابي صالح قال خرجت مع ابي الى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم فقال ابي لا تبدأوهم بالسلام فان ابا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيق الطريق حدثنا حدثنا عبدالله ابن مسلم حدثنا عبدالعزيز يعني ابن مسلم عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر انه قال قال اقول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم قال ابو داود وكذلك رواه مالك عن عبدالله ابن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قسادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم قال أبو ذاود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني عفاري حدثنا أحمد بن محمد ومسدد قال حدثنا بشر يعنيان ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي زميمة الهجيني عن أبي جرين الهجيني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم حدثنا عمر بن عون أخبرنا خشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم عن البراء بن عاذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتفافحا وحمدان الله عز وجل واستغفراه غفر لهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتفافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماس حدثنا حميد عن ألس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصارحة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو الحسين يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عند أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام أني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أكبرك به إلا أن يكون سرا قلت إنه ليس بسر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتم قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود وحدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سافل بن حنيف عن أبي سعيد الخضري أن أهل قريبة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر عن عائشة بيت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قال ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والجل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه كان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسين فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة قالت ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نطرة قبل خدفل حسن بن علي علي عليهم السلام حدثنا عبد الله بن سالم حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاف عن المرأي قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته متجعة قد أصابتها حم فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بني وقبل خدها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير حدثنا يزيد بن أبي زياذ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر فقصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يزيد حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحجث القوم وكان فيه لزاح بين يحكهم فرعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر قال إن عليك قميطا وليس علي قميط فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميطه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعمى حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيب قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتباذر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قال وانتظر المنجر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقل إن فيك خلتين يحبهم الله الحلم والأمان قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله حدثنا موسى بن إسماعي حدثنا حماد وحدثنا مسلم حدثنا هشام عن حماد يعنيان ابن أبي سليمان عن عيد وعن أبي غر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبادر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا في ذاك حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن قتالة أو غير أن عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم طباحا فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الغزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت للغناني عن عبد الله بن رباح للأنصارية قال حدثنا أبو قسادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا فانطلق سبعان الناس فلزنك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له رجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن مصعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عفا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل عن غالب قال إنه لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتهي فأقرئه السلام قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبي كالسلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ذكرية عن الشعبي عن أبي سلم أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام فقال وعليه السلام ورحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلم معطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار عند أبا عبد الرحمن الفهرية قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا تسرنا في يوم قائب شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما دالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرس فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فساطة فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فبحان الغواق قال أجل ثم قال يا ذي قم فثار من تحت ثمره كأن ظله ظل يطاء فقال لبيك وسعديك وأنا فداءه فقال أثرج لي الفرس فأخرج ثرجا ذفتاه من ليه ليس فيه أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حمد المسلم حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيارسي وأنا لحديث عيسى أبغب قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي حدثنا ابن كنانس بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك وساق الحديث حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمر قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال لا هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء أصلحك فقال الأمر أسرع من ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش لإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصة لنا وها فقال ما هذا فقلنا خصة لنا وها فنحن نصلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاط بن القرشي عن أبي طلحة الأسد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة قال ما هذه قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرق الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى تواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمت فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا يعني مالا بد منه حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي حدثنا عيسى عن إسماعيل عن عيد عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى عيدية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع كذرة صوب الله رأسه في النار فإلى أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع كذرة في فلاس يستضل بها ابن السبيل وانبهاء معبة وظنما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار حدثنا محمد بن خالد وسلم يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن زبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر وحميد بن مسعد قال حدثنا حسانة إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السد وهو مستند إلى قطع عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة يعني عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معنا حدثنا أحمد بن محمد المروذي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ثلاثمائة وستون مصطل فعليه أم يتصدق عن كل مصطل منه بطبق قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فرك عساب طحا تجذئه حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أحمد بن مريع عن عباد بن عباد وهذا لصه وهو أتم عن واطل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي در عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدق تسريمه على من لقي صدق وأمره بالمعروف صدق ونهله عن المنكر صدق وإماطته الأذى عن الطريق صدق وبضعته أثله صدق قالوا يا رسول الله يأتي شفوة وتكون له صدق قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يكثم قال ويجدئ من ذلك كله ركعتان من الضحى قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهد حدثنا وهد بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن أعمر عن أبي الأسود الزيلي عن أبي غر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حدثنا عيسى بن حمد أخبرنا الليث عن محمد بن عجمان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط وصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقى وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهرية عن ثالث عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك النار في بيوتكم سين تنامون حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار حدثنا عمر بن طلح حدثنا أخباط عن سماك عن أكرم عن ابن عفاس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرغم فقال إذا لمتم فأطئوا سروجكم إن الشيطان يذل مثل هذه على هذا فتحرقكم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوا الحيات كلهن فمن خاف فأرهن فليس منهم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا نوسى بن مسلم قال سمعت عكريم يرفع الحديث فيما أرى إلا ابن عزاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما تالمناهن منذ حاربناهن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن موسى طحان قال حدثنا عبد الرحمن بن صابق عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكبس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني حيات الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتهن حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهرية عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل الحيات وذقف يديني والأبطر فإنهما يلث مثال البطر ويسقطان الحبل قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبطره أبو نباب أو زيد بن الخطار وهو يطارد حية فقال إنه قد مهي عن دوات البيوت حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في بيوت إلا أن يكون ذطف يديني والأبطر فإنهما يخطفان البطر ويطرحان ما في البطون النساء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في دان فأمر بها فأخرج يعني إلى البطيع حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد من الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيت حدثنا مسجد حدثنا يحيا عن محمد بن أبي يحيا قال حدثني أبي أنه مطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلتنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد للخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجل فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتل فإنه شيطان حدثنا يزيد بن موهي بن الرملي حدثنا ليت عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي الزائب قال أتيت أبا سعيد الخضري فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقم فقال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتله فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عم من ديه كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عقل بعرق فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بفلاحه فأتى داره فوجد رأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرح فقالت لا تعجل حتى تنظر لا أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة قضعناها بالرح ثم خرج بها في الرح فارسكد قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم إن بدى لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤمنه ثلاثا فإن بدى له بعد فليقتله فإنه شيطان حدثنا أحمج بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وفق قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه ذخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه قال فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فقلوه فإنما هو شيطان حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت للذناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشد كنا العهد الذي أخذ عليكم نور أنشد كنا العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تكذونا فإن عدنا فاقصدوهن حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانس عن مديرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال أقول الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضي مفضة قال أبو داود فقال لي إنسان الجان لا ينعرد في مشيته فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويت قال حدثنا محمد بن الصباح البلداد حدثنا إسماعيل بن زكري عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضرب فله كذا وكذا حسن ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسن أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسن أدنى من الثانية حدثنا محمد بن الصباح البلداد حدثنا إسماعيل بن زكري عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسن حدثنا قطيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلا دغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقه فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المغير عن أبي هريرة عن عسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة انقرفت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقه فأوحى الله إليه أفي أنقرفتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطف عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرات حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرفان فأخذنا فرفيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها عدوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار حدثنا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا فخيان عن ابن أبيه عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيد عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضضع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صباب عن عبد الله بن مغفل قال نهار قول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف قال إنه لا يقيد صيدا ولا ينكأ عدوه وإنما يفقأ العين ويكثر السن حدثنا سليبان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم للأشجعين قال حدثنا مروان حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن مرأة كانت تختل بالمدينة فقال نهار النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحضى من المرأة وأحب إلى البعض قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد هو يمثل قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز يعني بمحمد عن أبي اليمان عن شجاد بن أبي عمر بن حماف عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فخلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن طريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتطق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لطوقها به حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو قتيبة تلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزن عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن السر قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسبده وأنته بيد الأمر تقلب الليل والنهار قالت السر عن ابن المسيد مكان سعيد